أكد الرئيس عبد الفتح السيسي أن المرأة الإفريقية شريكة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تدعيات تغير المناخ وضمان التحول المنشود في القارة الأفريقية وخلال كلمته في إطلاق يوم المرأة خلال مؤتمر المناخ كوب 27 والتي ألقتها نيابة عن سيادته وزيرة البيئة ياسمين فؤاد شدد السيد الرئيس على أنه لن يكون هناك أي تقدم ملموس في ملف تدعيات تغير المناخ دون تحقيق العدالات المناخية للجميع والتي تشكل الاندماج والانخراط الكاملين للمرأة في مختلف جوانب التعاون مع هذه الظاهرة وما يجب أن ينعكس في تأمين احتياجاتها في إطار الاستراتيجيات والبرامج والخطط التمويلية المعنية بتغير المناخ